أهلا بكم نجحت السلطات المصرية في استعادة 16 قطعة نثرية خمس منها صدرت خلال الربيع الماضي من متحف متروبوليتن للفنون في نيويورك وينفذ القضاء في ولاية نيويورك منذ عامين حملة واسعة لاستعادة أثار مسروقة من دول أخرى موجودة حاليا في متاحف المدينة ومعارضها وأعيدت في هذا الإطار وخلال هذه الفترة نحو 700 قطعة على الأقل إلى 14 دولة من بينها كمبوديا والهند وباكستان ومصر والعراق واليونان وإيطاليا فرحة في نيويورك باستعادة جزء من آثار مصر القطع الأثرية كانت بحوزة مهربين ووجدت طريقها إلى متحف متروبوليتن للفنون لعقود ظلت تعرض فيه كجزء من التحف النادرة ضمن ركن الحضارات القديمة نحتفل اليوم بإعادة هذه المزموعة الرائعة من القطع الأثرية ويمكننا افتتاح متحف كامل من القطع الأثرية التي أعيدت إلى الوطن إرجاع هذه القطع إلى مصدرها جاء بفضل تحقيقات معمقة وعابرة للحدود قامت بها وحدة نيويورك لمكافحة للتجار وتهريب الأثار وقادت في النهاية إلى الملياردير الأمريكي مايكل ستاينهارت باعتباره العقل المدبر لجلب تحف لا تقدر بثمن بحسب مدعي عام مقاطعة منهاتن غالبا مناضع تقديرات لهذه القطع لكن في هذه الحالة فإن هذه القطع لا تقدر بثمن وقد جرى ضبطها نتيجة تحقيق واسع النطاق مع المتاجرين غير الشرعيين واللصوص بينما تواصل السلطات الأمريكية عزمها ملاحقة المهربين وإرجاع مزيد من الآثار المنهوبة يرى خبراء في المجال أن أثار بلدان الشرق الأوسط هي الأخرى عرضة للتهريب إلى الولايات المتحدة نتيجة عوامل متحددة أكيد مناطق النزاع مناطق اللي في عندك عدم استقرار هي الأكثر مناطق اللي عندك ضعف بالمؤسسات لحماية هذا التراث الثقافي ومنع الحفاظ عليه ومنع نهبه وصرقته هي أكثر المناطق اللي رح تكون معرضة لهالنوع من التجارة الغير الشرعية خلال عشرة أعوام فقط تمكنت سلطات نيويورك من إعادة نحو خمسة آلاف قطعة أثرية بقيمة مالية تفوق ربع مليار دولار وقد جرى تهريبها من مختلف أنحاء العالم بفضل اتفاقية وضعتها اليونيسكو عام 1971 نجحت دول عبر العالم في استرجاع آثارها المستباحة وآلاف أخرى لا تزال أسيرة المتاحف الغربية لأن من اشتروها نجحوا في استخراج شهادة حيازة بتاريخ امتلاك لكن سبق اعتماد الاتفاقية عبدالي ماسي التلفزيون العربي نيويورك وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول البحث في المركز المصري للدراسات الأكاديمية والمتخصص في الأثار الدكتور حسن دقيل أهلا بك دكتور حسن هل تم تحديد موعد عودة هذه الأثار المصرية من نيويورك أهلا وسهلا بحضتك طبعا هم 16 قطعة تم تسليمهم للقنصل المصري في نيويورك ربما في فترة قريبة يكونوا في داخل الوطن هذا ليس مستبعد لأن يعتبر الدولة المصرية تم استلمتهم بالفعل من خلال القنصل الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية في خلال السنتين الأخرين يعني استفاقت بشكل واضح لدلت أنها عادت أكثر من 700 قطعة إلى موطنها الأصلي سواء إلى مصر أو حتى العراق أو اليونان أو الهند وباكستان وغيرها من دول العالم المختلفة وفقت صريحات لمسؤولين مصريين ثلث الأثار المصرية منهوبة من يقف وراء كل هذا التهريب للأثار المصرية؟ خلينا نكون واضحين في الأمر ده ونوضح أن هناك في الأثار المصرية المهربة إلى خارج مصر هي نوعين في أثار مصرية مهربة قبل عام 71 والتي كانت اتفاقية اليونسكو التي ذكرها تقرير حدثك الجيد الذي كان معروض منذ قليل وهناك أثار أخرى خرجت بعد ذلك التاريخ الأثار التي خرجت من مصر قبل عام 71 موجودة في أكثر من 52 متحف عالمي وفوق عددها أو يقترب تبقى لحصر دقيق من قبل هذه المتاحف ما يقرب من مليون قطعة هذه القطعة للأسف الشديد هي مصريا اسما فقط لكنها تمتلكها هذه الدول ولكي نعيدها هناك سجال طويل يجب أن يسير في هذا الاتجاه أما ما خرج بعد عام 71 وهذا ما أكثره حقيقة استطاع جزء من المهربين الذين أخرجوا بعض هذه القطعة أن يثبتوا بأوراق مدلسة أو غير حقيقية أنها خرجت من مصر قبل هذا التاريخ ولذلك تبقى لذلك الأوراق والعقود هذه الأثار تباع بشكل طبيعي لكن إذا ثبت أن هذه القطعة خرجت من مصر بعد هذا التاريخ وبدون مستند وأثبتنا نحن كمصريين أنها خرجت من مصر بإمكاننا أن نعيدها بسهولة لكن حقيقة هناك ضعف في هذا الاتجاه أيضا من قبل الحكومة نتمنى أن نجد شكل أكثر من الوضع الحالي هناك في إدارة اسمها إدارة الأثار المستردة قيمت بمصر أعتقد منذ ما يقرب من 15 سنة واستطاعت أن تعيد أو أن تتمكن من إعادة عدد كبير من الأثار المصرية الموجودة في الخارج لكن حقيقة إمكانياتها ضعيفة بمعنى أنها تحتاج إلى كوادر بشرية ومادية أيضا وإن كانت ضخمة تستطيع من خلالها العمل على تحقيق أهدافها نعم في حالة كانت هذه القطع المنهوبة بعد اتفاقية اليونسكو عام 1971 وكانت شهادة الحيازة مزورة كيف يمكن هنا إثبات أو إبطال مشروعيتها وإعادة هذه القطع المنهوبة إلى مصر حقيقة لنا تجربة ناجحة في هذا المجال يعني هناك في تابوت اسمه تابوت الكاهن نجم عنك هذا خرج سنة 2017 كان في متحف المتروليتان بنيورك والدعو أنه خرج من مصر منذ سلسينيات القرن الماضي لكن حقيقة أثبتت السلطات المصرية أن هذا التابوت خرج بعد 2011 لذلك عام 2019 تم إعادته إلى مصر بمعنى إذا أثبتت السلطات المصرية أو الحكومة المصرية أو المسؤولين عن هذا الأمر في الحكومة المصرية إذا أثبتوا أن هذا الأثر خرج من مصر بعد هذه الفترة وبإمكانها حقيقة إذا كان هذا الأثر مسجل بمسجلات وزارة الأثر أو موجود في متحف ومسجل برقم معين من متحف المصرية من السهل جدا إعادته لكن الصعوبة تتمثل في أن يكون هذا الأثر خرج من مصر بالفعل بطريقة غير شرعية لكنه غير مسجل بمعنى تم الحفر عنه في مكان معين في مصر ثم تم تهريبه فلا يوجد سجلات مصرية تثبت أنه خرج من مصر هذا في الغالب يكون من الصعب إعادته لكن أيضا هناك ملامح للأثر المصرية ومميزات يجب أن يعي كل متحف أو كل معرض يقوم ببيع هذه الأثر أن هذه الأثر المصرية واضحة سواء هذا الأثر له كل الأثر العالم كل دول العالم لأثرها مميزات معينة وسمات معينة معروف هذا أثر يوناني أثر روماني أثر عراقي أثر نصري وهكذا في هذه الحالة يجب على هذا المتحف ألا يعرض هذا الأثر طبقا للقوانين الدولية أيضا لهذا المتحف ألا يعرض هذا الأثر إلا إجا سباتا حقيقيا ودقيقا أنه خرج بأوراق رسمية طيب على غرار قضية اللوفر في أبوظبي وقضية الحاوية الدبلوماسية المصرية التي ضبطت في إيطاليا عام 2018 طيب هنا كيف تتعامل أو كيف تقيم تعامل السلطات المصرية مع هذه القضايا الجزء الأول بالنسبة للحاوية التي خرجتنا من مصر حاوية دبلوماسية فيها ما يقترب من 22 ألف طبقات أثار طبعا معظمها في عملات يعني أكثر من 21 ألف كانت عبارة عن عملات صغيرة فلذلك كانت الحاوية يعني اتسعت لهم هذه الأثار خروجها من مصر حقيقة هو سبة في الأمن والجمارك المصرية يعني لا نستطيع أن ننكر ذلك وبالرغم من أن هناك أكثر من 36 وحدة أسرية موجودة بموانئ ومطارات مصرية إلا أن هذه الوحدات يعني وحدات أسرية بها مفتشي أثار وعلماء أثار لكن ليس من سلطتهم أن يفتشوا على الحقائب ولكن من سلطتهم أن الجمارك تعطي لهم ما تشك فيه وعليهم أن يدلوا بدلوهم إن كان هذا أثر أم لا فالوحدات الموجودة حاليا في الموانئ تقوم بدورها لكن المشكلة أن حقيقة خروج المتكرر لمثل هذه الأمور هو خطأ في الناحية الأمنية لا شك أما بالنسبة الأثار الموجودة في متحف اللوفر برضو اللي نكون أكثر دقة متحف اللوفر أبو ظبي اتخذ الاسم من متحف اللوفر باريس وهذا الاسم الذي اتخذه هو دفع عليه أكثر من 50 مليون دولار لسنوات محددة وأيضا بدأ في الفترات الأخيرة يمد هذا الاسم يعني متحف اللوفر أبو ظبي هو يعتبر فرع من فتح متحف اللوفر باريس الأثار التي افتتح بها متحف اللوفر أبو ظبي منها أثار مصرية لكن حقيقي للعلم أن هذه الأثار المصرية المعروضة في متحف اللوفر أبو ظبي لم تكن مأخوذة من مصر بل هي مأخوذة استعارة من متحف اللوفر باريس بناءً على الاتفاقيات ولذلك كثير مننا كان يسير الشكوك حول أن أثار تم تهريبها إلى لوفر أبو ظبي. ولكن مع هذا هناك اتهامات. ولكن هناك اعذرا على المقاطعة. ولكن هناك اتهامات تطال السلطات المصرية بالتقصير في المحافظة والمنع من عمليات التهريب. بالإضافة إلى تورط مسؤولين مصريين وأجانب في مثل هذه العمليات. حقيقة دائما نقول أننا نحتاج إلى تجديد أكثر في هذا الاتجاه. سواء كان التجديد هذا طبقا للقوانين. حتى القانون 117 لسنة 83 الذي تم تعديله عدة مرات آخرها 2020. هذا القانون أيضا ما زالت فيه صغرات للأسف الشديد تسمح بخروج أثار خارج مصر. ويتم العقاب عليها بشكل بسيط. هذه النقاط وهذه المواد تحتاج إلى تعديل. ونطالب البرلمان بأن يتحرك في هذا الأمر اتجاه تحقيقا أكيدا. أيضا حقيقة النقطة المهمة جدا. يجب أن يكون هناك برضو وعي لدى المواطن ولدى المسؤولين أيضا. بأهمية هذا التراث. حتى لا يقوم المواطنون بالحفر خلصة. ويبيعوا أثارهم بسمن بخص بهذا الشكل. وبرضو أيضا له أسباب عديدة. منها أيضا الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المصريون. التي نتمنى طبعا أن تتحرر تتحول إلى شكل أفضل. ويكون لدى المواطن وعي بأهمية هذا التراث. لدرية أنه ممكن. وتحدث في الدول أخرى. أن المواطن إذا وجد أثر هو يبدأ يقدمه للسلطة بنفسه. لأن السلطة في هذا المواطن تقدم مكافأة للمواطن. وأيضا تضع اسمه على هذا الأثر الذي قدمه. ويعرض في المتحب باسمه. نحن نحتاج إلى مثل هذه الإجراءات. وخاصة أن القانون يحتم على السلطة أن تقدم مكافأة لأي مصري يقدم أثر يستطيع أن يحصل عليه بشكل من خلال الصدفة. الباحث في المركز المصري للدراسات والأكاديمية المتخصص بالآثار الدكتور حسن دقيل. شكرا.